حتى يتبين لهم أنه الحق هو كلام الله الحق تبارك وتعالى سألخص لكم يعني مجمل اللقاءات السابقة فيه يعني دقيقة فقط قلنا إن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن بسورة سماها السبع المثاني وهي سورة الفاتحة وجاء عدد الآيات مساويا للرقم سبع آيات وعدد الحروف الهجائية في سورة الفاتحة أي التي استخدمها الله لبناء سورة الفاتحة هي سبعة في ثلاثة واحد وعشرين حرفا وهناك سبعة أحرف من حروف اللغة لم تذكر قلنا إن عدد حروف اللغة العربية ثمانية وعشرين حرفا استخدم الله في بناء هذه السورة واحد وعشرين حرفا كما نرى أمامنا هنا أي سبعة في ثلاثة الحقيقة الثانية أيها الأحبة دققوا معي هنا الله عز وجل جعل حروف اسمه العظيم يتكرر سبعة في سبعة وقلنا إن حرف الألف تكرر اتنين وعشرين مرة هنا حرف اللام تكرر اتنين وعشرين مرة أيضا وحرف الهاء تكرر كم خمس مرات مجموعة هذه الأعداد تسعة وأربعين حرفا والعدد تسعة وأربعين يساوي سبعة في سبعة كأن الله تبارك وتعالى يعطيك إشارة لأهمية هذا الرقم الحقيقة الثالثة هنا أيها الأحبة قلنا هناك آية تتحدث عن سورة السبع المثاني قال تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لو أخذنا عدد كلمات هذه الآية نجد تسع كلمات وعدد كلمات سورة الفاتحة واحد وثلاثين كلمة وقمنا بصف الرقمين طريقة صف الأرقام هي طريقة يتميز بها القرآن طريقة معقدة جدا أيها الأحبة طريقة السلاسل العشرية لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يعلمها أو يعرف عنها شيئا هذه السلاسل هي أمر حديث في علم الأرقام فوجود نظام رقمي يقوم على طريقة صف الأرقام في القرآن العظيم يشهد بأن القرآن هو كلام الله فعندما نصف هذين العددين يعني أي العدد واحد وثلاثين والعدد تسعة ينتج لدينا العدد تسعمائة وواحد وثلاثين هذا العدد انظروا معي أيها الأحبة يساوي سبعة في سبعة في تسعة عشر والرقم تسعة عشر رقم قرآني مهم أيضا هو أول رقم صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة مدثر عليها تسعة عشر العجيب أيها الأحبة أيضا أن الآية التي وضعها الله في سورة الحجر آية السبع المثاني هذه السورة تبدأ بألف لامراء فلو أخذنا عدد حروف ألف لامراء في آية السبع المثاني قلنا لدينا سورة اسمها السبع المثاني هي الفاتحة وآية هي آية السبع المثاني التي تتحدث عن سورة الفاتحة ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم هذه الآية موجودة في سورة اسمها سورة الحجر تبدأ بألف لامراء تبدأ بألف لامراء حرف الألف أيها الأحبة في هذه الآية الآية طبعا هذه هي هذه الآية أيها الأحبة هنا دققوا معي ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم عدد حروف الألف نجده سبع مرات إذن حرف الألف يتكرر في الآية سبع مرات حرف اللام يتكرر في الآية أربع مرات وحرف الراء يرد مرة واحدة فقط لو استخدمنا نفس الطريقة صف الأرقام وكتبنا بدلا من ألف لامراء سبعة أربعة واحد يعني بدل الألف سبعة بدل لام أربعة بدل الراء واحد يصبح العدد 147 هذا العدد يساوي سبعة في سبعة في ثلاثة نفس المعادلة تتكرر سبحان الله سبعة في سبعة يعني سبعة في سبعة يعني 49 يعني هي حروف اسم الله ألف لامهاء في سورة الفاتحة النظام ذاته يتكرر ليشهد على أن المنزل واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل البشر ليس لهم علاقة بهذا النظام هذا النظام رقمي نكتشفه اليوم لم يكن معلوما زمن النبي ولا بعده بألف وأربعمائة سنة فقط في القرن الحادي والعشرين عصر التكنولوجيا الرقمية نحن نكتشف هذا النظام لماذا؟ ليقول لك الله هذا دليل وهذه يعني ولله المثل الأعلى بصمة إلهية توقيع إلهي أن هذا القرآن حفظ بأمر الله وهذه الأرقام هي دليل الحفظ طيب الآن أيها الأحبة يعني لو أخذنا نفس القانون هذا وطبقناه على سورة الفاتحة نجد أن حرف الألف تكرر 22 مرة في سورة الفاتحة حرف اللام يتكرر 22 مرة وحرف الراء يتكرر 8 مرات وشكلنا عددا من هذه الأرقام يعني بدلا من ألف ألف لام راء نضع 22 22 ثمانية الألف 22 مرة اللام 22 الراء ثمانية أصبح لدينا العدد 82 ألف و 22 هذا العدد يحقق نفس المعادلة الرقمية سبحان الله 7 في 7 في 1678 يعني هو من مضاعفات العدد 7 مرتين أيضا أو من مضاعفات العدد 49 هو عدد حروف اسم الله في الفاتحة فإذن أيها الأحبة يعني هذا النظام يتكرر وبشكل كبير جدا دعوني أنتقل معكم للحقيقة الرابعة نحن نعلم من خلال علم أو علوم القرآن علم فواصل الآيات يعني الآية بماذا تنتهي هذه قضية مهمة درسها العلماء ولكن تبين أن في الفاتحة نظاما مذهلا كل آية من سورة الفاتحة ختمت بكلمة محددة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الآية الثانية الرحمن الرحيم الآية الثالثة مالك يوم الدين الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين إذن نهاية الآية الخامسة نستعين الآية السادسة انتهت بماذا بالمستقيم اهدنا الصراط المستقيم وأخيرا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ختمت بالضالين إذن أصبح لدينا هنا أيها الأحبة كما نرى أمامنا سبع كلمات الرحيم العالمين الرحيم الدين نستعين المستقيم الضالين لو قمنا باستخدام نفس الطريقة نحن نسير على المنهج واحد على فكرة أيها الأحبة لا نغيره نأخذ عدد هذه الحروف كلمة كلمة يعني الرحيم ستة أحرف كما رسمت العالمين لاحظوا العالمين سبعة أحرف كتبنا الرقم سبعة هنا الرحيم ستة أحرف الدين خمسة أحرف نستعين ستة المستقيم هنا ثمانية وأخيرا الضالين سبعة لاحظوا كلمة الضالين كتبت بالألف بينما كلمة العالمين كتبت من دون ألف لذلك جاء عدد حروفها سبعة هذا العدد هذا العدد أيها الأحبة هنا ماذا يساوي يعني عدد حروف فواصل سورة الفاتحة أو نهايات سورة الفاتحة يساوي أيها الأحبة سبعة مليون 865 676 هذا العدد من مضاعفات لعدد سبعة خمس مرات متتالية بعدد الصلوات الخمسة فالعدد سبعة مليون 865 666 يساوي سبعة هنا أيها الأحبة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في عدد صحيح هو 468 سبحان الله يعني طيب كيف جاءت هذه المعادلة هذه من أغرب المعادلات الرقمية في القرآن أنك تجد أن الله اختار لنهايات آيات سورة الفاتحة عددا محددا لحروف كل كلمة هذا العدد لو قمنا بصفه حسب ترتيب آيات الفاتحة نجد أنه يحقق القابلية القسمة على سبعة خمس مرات متتالية خمس مرات متتالية والله أيها الأحبة أنا لا أجد إلا أن أشهد أنه لا إله إلا الله تصوروا كلمة العالمين العالمين كتبت في الرسم العثماني من دون ألف والنبي أقرها كذلك تصوروا خلال 1400 سنة لو أن أحدا فكر أن يضيف حرف الألف لن يختل شيء المعنى ذاته فقط أن يغير طريقة رسم الكلمات لذلك نحن نقول لا يجوز تغيير الرسم المصحف أو كتابته إلا بالطريقة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا لو أن أحدا أضاف حرف ألف لكلمة العالمين كتبها بالألف لن يتغير شيء ولن يلحظ أحد هذا التحريف ولن يغير شيئا في المعنى على الرغم من ذلك سيختل هذا النظام ستختفي الكثير من المعادلات الرقمية القائمة على الرقم سبعة وبالتالي أيها الأحبة أنا أعتبر أن الله قد حفظ كلامه من التحريف وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ووضع لنا هذه المعادلات الرقمية لتدلني أنا وأنت أولا كمؤمنين أن هذا القرآن محفوظ فيطمئن قلبي أنا أبحث عن إطمئنان القلب وهذا النظام سيكون حجة على كل ملحد ينكر القرآن ليشهد عليه يوم القيامة أن هذا القرآن هو كلام الله الحق وأن كل من يشكك ويكذب بهذا القرآن إنما هو معاند مكابر يجحد الحقائق الرقمية وبالتالي أحبتي في الله هذا النظام هو إثبات على صدق كلام الله عز وجل عندما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن شاء الله في اللقاء القادم نتابع هذه السلسلة من المعادلات الرقمية السباعية لنكتشف حقائق جديدة أيضا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته